في آخر مسارات التقارب وإقفال ملف التجاذبات في ملف الكرة العدنية دعوة جديدة ومبادرة وجهة الاتحاد اليمني لكرة القدم إلى إدارة الأندية العدنية للاجتماع بالقاهرة المبادرة لقيت القبول والتفاعب من الشارع الرياضي واعتبرها البعض خطوة موفقة لاتحاد الكرة تصب في ردم الفجوة وتعيد العدن وأنديتها لغة الإمتاع الكروي فيما كان رد الأندية عبر رسالة مبطنة تم تسويقها عبر فرع اتحاد الكرة العدنية المقال من الاتحاد العام ومفرداتها في الظاهر كسب الجماهير الكروية بالقبول للدعوة وباطنها لن يذرع الاتحاد بتحديد مكان الاجتماع وتحديد هوية وجهات المدعوين الأندية رفضت الرد بخطابات مباشرة على رسالة الاتحاد وفضلت التكتل خلف هوية الفرع المقال فيما أكدت أنها مع كل الحلول التي تقودها وزارة الشباب الرياضة بعدن خلاف الاتحاد وأندية عدن كان قد بدأ بعد تكتل الأندية ذاتها ورفضها المشاركة في الموسم الكروي عشرين واحد وعشرين الاتحاد استند إلى لوائح القانونية في معاقبة رفض أي فريق المشاركة في البطولة المحلية فكان قرار تهبيط الأندية هو القرار الذي يعتبره الاتحاد استنادا إلى اللوائح والأنظمة الاتحاد اليمني أكد وعلى لسان رئيسي وفي مؤتمر صحفي سابق بأن قرار الأندية العدنية ليس بيدها وإنما يتم إدارتها سياسيا وتم تحديد اسم الشخص الذي يدير الوضع رياضيا بعدن فيما الأندية تتهم الاتحاد بالتدخل في شؤون الأندية وإداراتها وفرض إدارات بعينها وكذلك الكيل بميكيالين في تعامله مع الأندية وكان الاتحاد في وقت سابق قد دعا جمعياته العمومية لمناقشة كافة القضايا المرتبطة بالأنشطة الرياضية وانطلاقة الموسم الجديد وتم توجه الدعوة لكل الأندية لحضور الاجتماع بما فيها أندية محافظة عدن وفي مساعي أخرى من التقريب مسافات الاختلاف بين الاتحاد والأندية العدنية شكلت وزارة الشاب والرياضة بعدن لجنة برئاسة الكابتن عزام خليفة لمعرفة الوضع وتقريب وجهات النظر وبما يخدم الرياضة ويعود الأندية العدنية إلى المنافسات المحلية والعربية والأسيوية الشارع الرياضي عموما والعدني خصوصا يبحث عن المخارج الممكنة التي تعيد لعدن مكانتها الكروية وتسمح بعودة دواران الكرة داخل المحافظة ومشاركة فرقها في مختلف الملاعب في عموم الوطن وفي ذات الإطار الرفض لكل التكتلات التي تخترق الحياة المدنية للمؤسسات التي تدير كرة القدر